نتكلم الآن عن ما يسمى بـ Polymorphism أو تعدد الأشكال بشكل عام الـ Polymorphism عبارة عن خاصية موجودة في الـ Object Oriented Programming فكرتها أنه يقول لك قدرة الـ Object أنه يأخذ أكثر من شكل أو بمعنى آخر هنا في الـ JavaScript أنه يكون عندك عملية موجودة في الـ Super ويكون عندك Subclass اتعيد تعريف هذه العملية بالطريقة التي تناسبها في حالة منادات هذا المثود أو هذه العملية راح تتنفذ على حسب نوع الـ Object الذي عندي إذا كان Subclass عادة تعريف هذه العملية راح يتم استخدام التعريف أو التنفيذ الموجود فيه Subclass إذا كان Subclass ما عادة تعريف العملية راح يستخدم التعريف الموجود فيه الـ Super وإذا كان مش موجود في الـ Super أكيد راح يطيني خطأ فالفكرة بشكل عام تعدد الأشكال أبسط مثال أن يكون عندك الآن Class Super مثلا كان اسمها مثلاً Shape أتعبر عن شكل وكان عندي Subclassات مثلاً Circle وكان عندي مثلاً Class أخرى مثلاً كان اسمها مثلاً Rectangle أو Square يعني مستطيل إلي تبغى فرضاً كان عندي Class Rectangle وكان عندي أنا الحين عملية فرضاً كانت عملية Drop حيث نرسم شيء على الشاشة الآن الكلاسين هذه ترث من Super Class هذا يباراً عن Super Class أوكي؟ وهذا يباراً عن Sub Classes أوكي؟ تمام؟ طيب لاحظ الآن السرق المفروض أنها تعيد تعريف هذه العملية طيب كعملية هي مشتركة أوكي؟ كاسم للعملية هي مشتركة ولكن تنفيذها يختلف أوكي؟ فعشان كده ايش راح نقول؟ راح نعيد تعريف هذه العملية هنا بحيث أنه في هذا شكل راح نرسم دائرة أما مثل لدروء هنا أوكي لما نرسم مفروض أنه نحن نرسم مستطيل راح نكتب الألغوريثم اللي راح يرسمنا مستطيل وهنا نكتب الألغوريثم اللي راح يرسمنا دائرة تمام؟ فإذا نلاحظ عملية موجودة في Super Class تم إعادة تعريفها في Sub Classات بحيث تناسب الـ Object نفسه فالدروء لما نرسم مفروض هنا نرسم دائرة وهنا نرسم مستطيل مثال آخر لو كان عندك Class مثلا Shape وكان عندك الآن هنا Class Circle وكان عندك أيضا هنا Class مثلا Rectangle تمام؟ خلوني هذه حطها هنا عشان تلاحظوا بس كمثال آخر فرضا هنا كان عندنا Circle أو دائرة وهذا بارعا نصبه Classes اللي هي الـ Super اللي هي Shape لو كان عندك عملية الـ Area احتساب المساحة طريقة تشوف كعملية هي مشتركة أنه كل واحد فيهم يحتاج أن تحتسب المساحة حقها لكن طريقة احتساب المساحة هي اللي تختلف صح؟ فعشان كده هنا راح نحتاج نعيد تعريف Method Area وهنا راح نحتاج كمان نعيد تعريف Method Area بهذا الشكل احنا راح نطبق Polymorphism في JavaScript أو زي ما حكيت بالنسبة لكم ك-OOP كخصائص OOP أعيد وأزيد هذا الكورس مش مخصص لـ OOP تفاصيل العميق وموجودة في مقاررات أخرى تمام؟ فإذاً تعال نشوف كيف ممكن نسوي هذا الكلام خلونا نطبق هذا السيناري عشان يكون Practical أكثر لكم بالنسبة للرسم ما راح نحتاج نرسم أو نسوي algorithm يرسم بإمكاننا بس نحاكي المسألة زين طيب إذاً الفكرة أول شيء راح نسوي Superclass تجمعنا مشتركة بينهم سيكون عندي class مثلا اسميها shape أوكي بسوي constructor حيث مثلا ناخد لون كل شكل إذا حاب راح ناخد مثلا الكلب أوكي لو تبغول نطبق مثلا أوكي خلونا نطبق عملية draw راح ناخد الشكل هنا أو اللون راح كل شكل بيكون عنده لون عشان نرسم على الشاشة بلون كمحكاية المسألة وبيكون فيه كمان عندنا عملية draw راح نقول draw راح نحاكيه مجرد جملة طبعا عادية راح نقول مثلا draw the shape مثلا يعني تمام ولا في التطبيق الفلي راح نسوي algorythney راح يرسم هذا الشيء تمام طيب الآن بسوي وشو بسوي sub classes ترث من shape راح يكون عندي مثلا class اسمها circle هذا class ترث من extends ترث من shape ما احتاج نعطيها خاصية color ولكن ارسلها كقيمة عشان من يجي نسوي بدين object لل circle اقول ل circle مثلا اللون احمر او ازرق الى اخر تمام هنا ابدأ انا هذه super class constructor عشان ما نعيد كتابة هذا code راح نرسل color مباشرة زي ما شوفنا في الدرس الماضي الان شوف السيركل تحتاج انها تعيد تعريف method a draw بطريقة التي تنسب ها اقول draw او ابدأ هنا راح اقول log مثلا نحاكي المسألة بس راح نقول draw a circle مثلا او تمام ونفس الشيء لو كان فيه rectangle راح تسوي نفس الطريقة او اخذ نفس هذا code واسوي rectangle object rectangle rectangle تمام طيب الان من يجي نسوي object هات لو تلاحظ الان هنا لو اقول const مثلا circle equals او او سوري constant const circle equals new circle او او ارسله اللون مثلا red شوفوا من اقول الان circle circle dot draw لاحظ الان class circle نوع object انت حق circle circle يشوف الان method draw وانا قاعد انا ادي اللي في السوبة لكن اذا كان تصب class اعادة تعريف هذا المثود فخلاص راح نستخدم تعريف المناسب لها فعشان كده هي معادة تعريف هنا فعشان كده راح يقول draw circle او تمام لو كان عندك object اخر مثلا نوع كان rectangle او فرضا هذا نقول rectangle او او هنا rectangle او لاحظة راح يقول draw rectangle اذا هذا polymorph من نسبة لجافر سكريبت مجرد انه يكون عندي method معرف super اعيد تأريف في ال sub class الان من النادي فهو سيستخدم الموجود في sub class او 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 سيستخدم سيستخدم موجود في super super في هذا حال سيضع خطر مثل غير موجود تمام فاذا هذه الفكرة وراء polymorph نحاكي في عملية area سيكون عندي نفس class القبل هي shape نفس class ولكن بدلا ان نطبق على draw سنطبق المرة هذه على area سنسمي method calculate area و جد المساحة يعني مبدئيا هنا س ارجع zero لان نحتاج الان نفس method اخذ و اعيد تاريف بطريقة التي تناسبها الان كل دائرة بيكون لون و بيكون كمان لديها نصف قطر صح لذلك سنأخذ radius الان نصف القطر وهذا الدائرة بيكون عندها خاصية اسمها radius radius equals radius التي ارسلت او بالنسبة لعملية area التي هي احتساب المساحة احتاج ان اعيد اعمل عادة التاريف يعني لعملية calculate area سنقول احتساب مساحة circle وماذا مساحة الدائرة بيضرب نصف القطر التربيع سنقول رجع لنا pi اوصل لما خلال math dot pi مضروب التنفيذ نصف القطر التربيع الان radius ضرب radius او take that goal math asian dot power تمام للradius ارسل radius و s 2 يعني كان radius في radius اوكي فلاحظ كعملية مشتركة بس طريقة تنفيذها مختلفة زين مثل الرسم اللي يقبغه شوية تمام طيب الان بالنسبة لي rectangle كل مستطيل يكون عنده لون ويكون عنده طول وعارض عشان نحسب المساحة فراح ارسل length length equals length اللي انا ارسلته كذلك this.width equals الwidth اللي انا ارسلته وابداعي التعريف عملية calculate area بهذا الشكل احتساب المساحة فما استطيت تساوي طول ضرب الارض راح نقول رجع لي طبعا قبلها بس radius لا تنسون تحطوا this this radius تمام حين راح نقول رجع لي this.length مضروبة في this width تكلمنا عن الخصاص طيب الان نقدر من هنا circle تغيرت صار عندها radius ايضا فراح ارسل radius ب مثلا 5 وهنا الطول مثلا ب 5 والعرض 10 وابداعي عملية calculate للا area برجع القيمة القيمة هذي يفرض اني اطبعها كيف راح اقول هنا circle area is وعملك concatenation لو حابين راح نقول اخذ القيمة هذه لانه هذه الدالة بترجع قيمة فاقدر مباشرة نحطها في unlock نفس الشيء بالنسبة المثل الاخر سنقول هنا rectangle area is ونقول rec calculate area فالان هنا راح يحتسب كل واحدة بالطريقة التي تناسبها هذه circle area احتسب المساحة بالقانون المناسب فيها راح 28 20 20 something تقدرون تسوون 2 fix لو تتحكمون شوية فيها راح نقول 2 fix وابدأ اقول لما خانتين بعد الفاصلة خانتين 54 هذه مساحة rectangle طول 4 العرض 50 5 10 5 10 250 تمام هذه فكرة تعامل بالpolymorphism ويفيدنا كثير طبعا تظهر فائدة فعاليا عندما يكون area of objects وتسوي loop عليها تلاحظ كل مرة يتغير التطبيق الفائلة للpolymorphism تمام شوية تختلف لغة الجاف أو C شار الفكرة هنا نسوي array نسميها constant shapes واتخزي مجموعة من object ممكن ناخذ نفس object التي قبل قليلا هي نفس object 2 هذا object circle وهذا object rectangle وأستطيع أقوم array سأقول const shapes equals أضع array وأبدأ أضع circle وكذلك rectangle تمام طيب الآن نقدر نلف على هذه والنادي عملية calculate area وهذا الفائدة في الموضوع لو قمت shapes dot for each أو حتى بالloop العادية كيفكم قمت callback function وقعد أقول بس تقبل shape هنا كل مرة بيكون أول مرة بيكون circle وحكيت shape dot calculate area وحط ها في log عشان بس أبدأ أطبعها وراح أقول shape dot calculate area وأحذف هذه statement راح تلاحظوا الآن أنه نحن نادي نفس المسط صح لكن كل مرة قاعد يتغير بناء الأوبجكت اللي عندك فأول object أنت عندك circle عشان كده أعطاك مساحة circle المرة اللي بعدها أعطاك rectangle عشان كده أعطاك rectangle طبعا فيه operator نستخدمه إذا كان نبغى نعرف وش هذا الشكل اللي هو operator نسميه instance of راح نقول إذا كان shape instance of طبعا مبدئيا فكرة instance of قائز أنه أنت راح تقوله load هنا راح يكون object طيب أفغل أتأكد هل هذا object يعني instance نسخة من class circle أم لا هنا تستخدم operator الاسمه instance of فهو يعطيك true أو false فتقول circle هل instance of class circle هل هذا object نسخة من class circle في هذا الحال راح يقول لك true لأن yeah object لها بس بالنسبة الر وحكيت رك هل instance of circle راح يقول false لأن instance of rectangle راح يقول true طيب هذا يفيدني في حاجة اللي هي لما أبغى أنا أنا ادي متو تخيل على سبي المثال لو كان class circle عندها عملية خاصة فيها يعني راح نقول هنا مثلا ادرو على سبي المثال والعملية هذه موجودة فقط في class circle إذا جيت بالcode هذا لو جيت الآن أنا دي calculate area وحكيت لك shape dot الاسم method can draw لاحظ بالنسبة للcircle عندها method اسم draw ولكن بالنسبة لي rectangle ما عندها method اسم draw شايفين فعشان كده راح يضع خطأ لا class rectangle عندها ولا كذلك class shape عندها اسم draw فإذا المفروض أنا ما أنا 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 هذا specific method يعني method خاص sub class مش 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 ترك فوقتها يفيدك instance off اوكي انو الان اقدر اقول لا تنادي اللي قبل شوية لا تنادي shape dot draw لا تنادي هذا الميثود الا اذا كان الobject الحالي الموجود في هذه الدورة كان circle فاستفيد من instance off راح اقول اذا كان هذا الobject الحالي اللي هو shape الكل فهن راح تكون الامور كلها تمام اوكي لاحظ في البداية نادى calculate area اعطاني مساحة للcircle لان اول object عندي انا circle فالان shape يصير هذا يعني هذا object بعد كده نادى area هل shape الحالي هل object منها نسخة منها object منها نعم عشان كده نفذها المرة الثانية صار عندك rectangle الان shape صار rectangle اوكي نادى calculate area اعطاني 50 اوكي بعدها شاف هل هذا shape الحالي هل object للcircle لا مش object للcircle عشان كده اشارة خطئ اذا نسوي هذه الستاذ اوكي فاذن انت تنادي specific method لما تكون خاصة بالسبب class يعني اذا كان مثود خاص فيها فوقتها تنادي واذا مش مش تنادي الا لما انت تشيك انه هذا object من type الذي انا قاعد انادي method من class الذي فيه فهذه فكرة polymorphism تفيدنا كثير لما نتعامل بالمصففات اكثر ظهور لها هنا هذا نقول عنه polymorphism الان method نقول عنه polymorphic method كل مرة يتغير بناء على شكل object الموجود عندي تما